السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من خناية التأسي من تعقيد وان شاء الله النهاردة حنراجع على الوحدة السبعة والتمنة والتسعة انجليش المحور اللي هو بتاع فبراير ومارس اللي هيجي في الان شاء الله او رمضان باذن الله طبعا الوقت دائي جدا 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 منفعش همسك الكتاب وزاكة من الاول ما فيش حاسمها مراجعة بالقراءة خالص تمام آآ هقول لكم نعمل ايه في الفترة دي نذكر ازاي او نعمل ايه ونحل متحانات ازاي النهاردة هنرجع على المنهج كل باختصار طبعا وهنحل متحانات بنك المعرفة اللي هي تقريبا نتيف المتحق طيب احنا نزلنا آآ العربي مراجعة كاملة كلها على النحو على المحاور اللي اخدناها والدراسات كلها والعلوم تمام هتلاقي الرابط بتاعتها كلها تحت فين في الوصف هتلاقي اللينكات راجع بالطريقة دي اللي اولتاك عليها في الفيديو ورايح دماغك سباك من ان انا اذاكر من اول خالص لأ الموضوع كل بتاعتها اختياري وصح وغلط وايه 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 اكمل فامشي مع الفيديوهات اللي اولتاك عليها وان شاء الله آآ ما تجهدش نفسك اختر من كده تمام عندك عربي ودراسات وعلوم تحت في الوصف هتلاقي اللينكات والنهاردة الانجلش وان شاء الله بقى رياضيات والماث وهيكون برضو كمان الساينس والمهارات المهنية وكمان الدين ان شاء الله بالتربية الاسلامية عشان تدخل معك الملخص كله وتحل تمام وخليك لآخر الفيديو عشان اقولك تحل ازاي او هيتعامل مع المنهج ازاي طيب تعال نشوف المراجعة لما انت شايف كده مراجعة عامة على الوحدات السبعة والتمنى والتسعة لان دول المقررين في بتقول ان الوحدة والعشرة معهم لأ هما السبعة والتمنى والتسعة بس بتعبش نفسك الوحدة والعشرة آآ كبيرة جدا جدا تكلم عن السافتي اونلاين يعني ازاي اكون بامان وانا قاعد اونلاين تمام مادش البس ورد لحد آآ محطش بياناتي رقم موبايل متكلمش مع حد غريب وهكذا وفي كمان عندي البولي اللي هو التنمر عندي سايبر بولي وعندي باسف بولي تمام فمضوع صعب جدا جدا هما الوحدة السبعة والتمنى والتسعة بس ما تسمعش اي كلام حد هقول النهاردة الملخص بتاحم كلهم بيهات ورق او قلم وسجل معايا عشان المعلومات دي مهمة جدا جدا وان شاء الله بدخل الامتحان حال ان شاء الله تمام تعال نشوف المراجعة طب الاول هراجع على يونت سيفن اهم الكلمات اللي فيها طب الكلمات مهمة في ايه مستر منحل على طول الكلمات مهمة جدا جدا هنا يجي دور الكلمات دور الكلمات ونستخدمها عشان حاجتيه عشان لما يكون فيه قدام قطعة او جملة وانا بقرأ اعرف اترجم فلما من خلال الترجمة هم هعرف احط الكلمة المعنى الصحيح وفي الاختياري نفس الحكاية لو ترجمت الاربع اختيارات يبقى انا هافطرض احط دي هنا مش نفع تب دي مش نفع او دي دي كويسة يبقى الكلمات مهمة جدا جدا ما تقولش بقى الكلمات ملهاش لازمة دلوقت لا بالعكس لها لازمة جدا جدا في المرحلة دي ان انا اعرف السؤال بتكلم عني طبعا هاعرف ازاي ان هو عايز ايه مني لازم اكون اعرف الكلمات هترجم تمام هوريج دلوقتي هترجم ازاي وتحل السؤال ازاي تمام طيب الواحد السابع هنقول كلمتها كلمة مدينة يعني سيدي سيتي او سيدي مبنى بيلدين بيلدين نهر ريفر ريفر بعد كده غابة فورست فورست صحراء ديزرت ديزرت قرية واحة وايسيز وايسيز جبل ماونتن ماونتن تمام طيب هنا دي الكلمات طيب ايه بقى التركيز بتاع اللي جيها عندي هنا القواعد اللي جات عندي هنا في الواحدة السابعة يقول له خد بالك الدرس الوحدة كلها بتكلم عن اللي هو الماضي البسيط الماضي البسيط نستخدمه يعني حاجة حصلت في الماضي تمام الصف اللي فات الشتا اللي فات اليوم اللي فات امبارح بالامس تمام طيب هنا الاسبات بتاعي هنا تمام عندي وعندي لو الفعل بعد كده الفعل في المصدر بعد كده بحط اي دي للفعل بعرف اجيب منه الماضي ازاي بحط اي دي تمام او دي لو الفعل اخر ايه ايه زي كلمة او كلمة لو اي دي لو الكلمة اخرها ايه لو هو الفعل اخر وي بقلب وقبله ساكن بحط اي بقرب الواي الى اي وحط ال اي دي تمام طيب تصريف التاني للفعل تصريف التاني للفعل اللي هو ايه هناخده الوقت لازم احفظ بعض الافعال اللي لها تصريف شاز زي كلمة از تبقى وز زي هاف وهاز تبقى هاد زي مثلا اا درينك درانك سوام سوام زي كلمة مثلا دي كلها طبعا لازم تتراجع عشان انت حتطلب منك باراجراف في الاخر تكتب اربع خمس جمل في اخر الامتحان طيب هنا بقول لي دي معناها الاطفال عبروا الطريق تمام فانت بتقول لي الكلمات مش مهمة طيب انا لو جات لي جملة زي دي في الامتحان وعايز اكمل او حط تمام وجايب الاختيارات وجايب الاصور زي كده اعرف اختار منين لازم اترجم الكلمات هترجم منين لازم يكون حافظ الكلمات فانت عندك الكلمات الدرس الاول او الوحدة الاولى تمام لازم تحفظها هنا القرية كانت هادئة كانت ده ايه تصرف تاني من كلمة ايه من كلمة طيب بعد كده انا عايز اسأل سؤال تمام وطلع الفعل المساعد برا اللي هو ايه دد احنا ما عندناش في الانجليش حاجة بنستخدمها بتديني هل زي العربي كده لأ اي زمن بخرجه برا او اي فعل مساعد بخرجه برا بيديني ايه بيديني هل تمام وبعدين مين اللي هو الفعل بعد كده الفعل فين في المصدر تمام هل انت العدت انت مش محتاج هنا بقى تحط تقولي يا مستر انا بسأل في الماضي طيح حط هل انت العدت في الماضي لأ كلمة دد هنا بتغني تمام دد هنا تصريف التاني من ايه من دو دو دد انت دي معناها تسأل في الماضي بقى لازم نحط الفعل فين في المصدر دي ديو بلاي ها الاجابة ايه هو قال لي دد ال 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 لازم اجاوب بالإيه بالفعل مساعد يا اما اقول يس اي دد او نو اي دي دينت تمام هتحط النفي بتاعها طيب يعني اللي هو الوط وير واي وين تمام منحط برضو الو اتش وبعدين الكلمة تمام الفعل المساعد اللي هو دد وبعدين سبجيك وبعدين الفعل فين في المصدر زي هاو ديو جو هاو هنا دي اداة لستفهم دد الفعل المساعد يو اللي انا بسألك انت تمام جو تمام اللي هو الفعل في المصدر تمام هاو يعني كيفة عايز كيفية انت رحت ازاي هقول له بالعربية ولا بالمشي ولا بالسيارة ولا بالبص تب ليه هنا حطنا وينت انه هو بسألني انت رحت ازاي فاقول له انا رحت تصريف التاني من جو وتبقى وينت وعماك عليها بالأحمر اهي تمام طيب النطق مهم جدا جدا في سنة رابعة لان ممكن تلاقي في الابتاح نقول لك هاتلي كلمة تمام زي دي من القطعة ده متوقع جدا جدا تمام هنا دي الفناتكس بتاعته الرمز بتاعه يعني يعني اعطى ينتظر كطار تمام عندنا في الواحد هاد دي بعد الضب ال ا ا بتعمل بذور و ريزن اللي هو سبب تمام طيب الفاينال واي بتعمل لونجا اي ده كلمة ماي والا اي جي اتش بتعمل لونجا اي برايت لايت والفاينال واي لونجا اي واي وهنا كلمة دي لايت خذ بالك دي بتساوي كلمة دي اللي تنين معناهم ايه? مسرور. تمام? برضو اخد بالك من المترضفات دي. انت مثلا تحفظ كلمة وا تلاقي كلمة في الاختيارات. الاختيارات فأنت مش عارش ترجمها. واتضيع عليك لسؤال. لازم لا تاخد بالك من الاختلافات دي. بعد كده برضو هنا بتعمل كلمة 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 طايم كلمة لازم تحفظ طبعا ترجع عليها. زي كلمة تمام طيب هنا بقولي اللي هو الايه البراكراف ازاي انت تخطط او تكتب براكراف كويس او عايز اتكلم عن موضوع معين احضر له ازاي او اتكلم ازاي انا حافظ كلمات وحافظ قواعد وحافظ الماضي وحافظ المضاعة المستمر طيب انا عايز اعمل انا مش عارفة اكتب اعمل ايه هنا بقول لي اكتب ملاحظاتك عن الموضوع. يعني هتكتب الموضوع عن ايه? وانا هتكلم مسلا وليكن هتكلم عن نهر النيل. هتكلم نهر النيل ماله. تمام? موجود فين مسلا? وهوصف ان هو اطول واحد. وطوله كام? وايه اللي بيعيش فيه? واحنا نازم نحافظ عليه. تمام? دي الملاحظات. طيب. اتنين يعني ايه? اكتب جمل الجملة الموضوع. تمام? الجملة الايه? الرئيسية. طبعا احنا عارفين الباراجراف اصلا لازم يكون اول جملة فيه بتكلمني عن البراغراف. تعرفني. الباراغراف ده بتكلم عن ايه? يعني تكلم عن نهر النيل مثلا. هكتب اول جملة نهر النيل. تمام? او اي جملة تعرفية عن نهر ايه? عن نهر النيل. تمام? هقول. Incredible. يبقى انا كده عارف ان المعلومة دي. الباراغراف جاي عامين نهر النين طيب بعد كده اكتب التفاصيل كلها هتكلم عن ايه بالضبط بعد كده لازم يكون في خاتمة لازم يكون في خاتمة خاتمة على ايه يعني نصيحة اه ان ناخد بالنا من المياه نهر النين نحافظ عليه تمام بعد كده يعني ايه راجع في الاخر اخلصت الكتابة تشوف بقى اول حرف كابتل اه كلمة زى كلمة تحط الان كابتل الجملة تحط اخرها في الستوب لو في سؤال تحط لو انت بتتعجب من حاجة تحط لو في جملة معطوفة على جملة او رابط فكر هتحط الكومة وهكذا لو في بط او في ان تحط كومة الحاجات دي هو قصده كده تمام في اسم شخص معاه تحط ايه تحط الحرف كابتل تمام هو في الامتحان هيدي لك ايه هيدي لك كلمات ارشادية استخدم الكلمات دي وتخافش هيكون الباراغراف مش هيجيبك حاجة من بره هيجيبك حاجة من جوه تمام انت مثلا عندك ايه اه نهر النيل تكلمنا عن نهر النيل وتكلمنا عن الاحتفالات الاسلامية او غير الاسلامية في الشعب المصري زي شام النسيم زي رمضان زي عيد الفطر ممكن يجيبك كلمات ارشادية تمام انت حافظ كلمات حط يجيبك مثلا على اللعب اللي جات في الواحدة السبعة زي لعبة مثلا مرر لي الهدية او 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 ميوزيك لعبة الموسيقى او هايد سيك اللي هو استغماية تمام طبعا ده كله انت واخده طيب هنا جايب لي مراجعة او الاكسرسايز باللي على الوحدة عشان ايه انا ايه انا رجعت القواعد اللي فيها ورجعت الكلمات اللي فيها ورجعت الحاجات اللي فيها كلها تمام وبعد كده هو هيجيب لي اختبار عليها عشان انا ايه عشان انا احل هنا هو الاختبار محلول هنا بقول لي اكمل حرف النقص تمام حرف اللايقة النقص ونكملو مونتن يبقى بتاع الكلمات مهمة جدا تمام كمل استمع وايه واكمل هنا حط ايه اختار من فوق بتعيش فين ايه ايه يعني انا بعيش في مكان درعة حارت وخمسين وانت عايش فين قال له ايه اللي هي القرى قطبية الجنوبية وقاله وااو اي لايك انا بحب المناخ لهو حر قوي ولا ساعة عارش انت عاد ازاي في التال جدا. تمام? طبعا ده نص استماع. تمام? بس برضو خلينا ايه? اي حاجة متوقعة. طبعا المحادثة دي من فين? من منحك. طيب هنا بقول لي وده سؤال متوقع جدا 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 جاي في الانتحك. هنا بقول لي ايه? طيب انا لازم بقى يجي هنا مهمة الكلمات. وحفظ الكلمات او معناها. طب انا مش عارف كلمة مينز يعني ايه? هحل ازاي بالله عليك? هتقول الحياة دي يبادي? لازم تراجع على الكلمات مهمة جدا جدا. طيب معناها التكيف. وخدناها في العلوم او في الساينس الترمي الاول يعني التكيف ان الواحد بيعيش في مكان بيتكيف مهما كام. احنا الوقت عايشين في الانترنت وعصر التقدم. هل لو الزمن رجع بنا تاني? زمان من غير انترنت ومن غير عربيات ومن غير الحياة دي هنعرف نعيش? اكيد طبعا هنعرف نعيش. انسان دايما بيحط نفسه في موقف ان هو يقدر يحافظ على نفسه حتى اه اه في اصعب الظروف. هيتكيف هيتكيف لك. لو الله انا عايز الانترنت وكا. لأ. ادابتن يعني تكيف. طب مينز ايه بقى? يبقى انا عرفت كده هو بقول لي التكيف. انا بقى حقرة ده كله. ما تجريش على طول ها? يعني في حفرته في الارض. ايه ده? ملاش على واقع. طيب. يعني المناخ والمية والتربة. تمام? برضو انا مش قادرة حد. طيب. بعد كده. ده التمثال اللي موجود في بتاعه في في القصة. برضو مش 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 مديني معنا. ايوة. هو بقى لو انا مش هعرف ترجم مش هعرف حالي. لكي مكان او حاجة مناسبة لاستخدام جديد او غرض جديد. ده اسمه ايه? ده اسمه ها? تكيف. ده اسمه تكيف. ان انا بروح للمكان بهيقو انا انا عش فيه. في بقى خدمات ما فيقوش خدام. ولي ياكل مثلا عندنا الجيش. كل واحد عاش شو بيت ومترفة وعاش احسن عيشة بروح الجيش بيعمل ايه? ها? بيعمل ايه? بيتاقلب. قاعد في البرد وا 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 وا. تمام? ده اسمه التاقلب. يبقى adapting means to make something suitable for a new use or purpose. تمام? طيب. يبقى انا هترجم. اين? از يكون. يعني اباستروف الملكية. اين يكون? قرية الجد. لو مش هترجم كده مش هتعرف تحل. يبقى الكلمات مهمة جدا جدا. طيب فين بقى? هقول في حفر على احت الارض. لا طبعا. هو مش فر. تمام? لا طبعا. انه بجوار التمثال بتاع مين? بتاع الراجل ده. اللي هو المقام اللي فين? اللي فيه القرية. طيب. بقى كده معانيه خدناها في الكلمات. مش تتخيل انه هو هيجيب لك كلمة انت ماخدتها يعني البشرية او الناس عمتها. تمام? ما لهم? ما لهم? كلمة لك هنا مش معناها ينظر. وش ينظر? لا. كلمة لك معناها ينظر. هنا نحطها مع بعض. لك فور. تمام? فعلي مركب. الناس بيبحثوا عن ايه? اكيد بيبحثوا عن المناخ. محتاجين ثلاث حاجات. ومحتاجين المية. عشان ايه? يعرف عيش كويس. والمية يشرب ويسق الحيوانات ويسق الزرع. والتربة يزرع فيها. طيب. فعلي مساعد في الماضي. القرية يعيش. خد بكلمة هنا مش معناها مدينة. معناها مش معناها دولة. معناها ريف. تمام? كان بيعيش فين? يبقى. لازم احل الاسئلة كده. يبقى. يجي هنا مهمة الايه? مهمة الكلمات. هحل ازاي? هترجم ازاي? هم? مش هعرف الا لازم اكون حافظ الكلمة. اختاري الاجابة الصحيحة. اي كاريد. طيب اي يعني ايه? انا. انا بعرفك انا كأني انا طالب بحل المتحيل. انا هحل ازاي? هم? بحل ازاي كده? اي انا كاريد. ده تصريف التاني. اه كلمة كاريد يحمل كاريد حملاء. انا حملت حملت ماي. بتاعتي انا. حملت ايه? مش هعرف اختار. لازم اكمل الجملة. انا حملت ايه? الى المدرسة. يبقى انا محتاج كلمة دلوقتي تمشي مع الجملة دي. هرجع تاقي الاختيارات. حملت النباتات? ولا حملت التيشرت? ولا حملت اللي هي شنطة الظهر. طبعا شنطة الظهر. عارفت بقى بنحل ازاي? تمام? لازم تحلي بالطريقة دي. انا بديك المفتاح اللي تحلي بي. لازم تحلي بالطريقة دي. تمام? هترجم. وتكمل الجملة الاخر وما تسرعش. قوة تسرع. لازم تكمل جملة الاخر وازم تقرأ كلمات كلها والترجم الكلمات كلها في دماغك وتشوف ايه اللي يماشي معها. طيب. الحياة في المدينة تكون. الحياة في المدينة ما لها? بطيقة كويت هادئة ولا نوزي? نويزي. طبعا في المدينة زي ما احنا عارفين في عربيات وفي دوشة وفي يبقى نويزي. تمام? لازم يكون عارف الترجمة كلها. لو انت مش عارف الترجمة دي صعب جدا تحل صح. يبقى الكلمات هنا دور المكلمة. طيب. ذي هما. ما لهم بقى? ووكس ولا ووكين ولا ووكت. هنا جايب لي تلات ازمنة. هنا اس مضارع بسيط. هنا اي اني جي. المضارع المستمر. وجايب لي اي دي. طب انا اعرف منين بقى يبقى هنا. لازم اكامل الجملة. ذي هما ايه? من الكلمات الدلة على الماضي كلمة يسر دي. تمام? شرحناها بكده. يسر دي او اي لاست. يسر دي عمل امس. يبقى ده ماضي. لازم اختار فعلي ماضي. طيب ايه تاني الكلمات اللي دل على الماضي البسيط? كلمة لاست. اي لاست وراها حاجة. لاست نايت. لاست يير. لاست وينتر. لاست سامر. كلمة ايه تاني? كلمة اجو. ثلاث سعين عدو. فايف ييرز اجو. اجو. يبقى كلمة يسر دي. اي لاست وراها اي حاجة وكلمة اجو. اي كلمة مترات دول. حتختار ايه? التصريف التاني للفعل سواء شاز او منتظم. يبقى كلمة هي الصحيح. عارف بحنا بنحل ازاي? فيش حاجة اسمها بقى ايه? ان هي فهلوة. لازم تكون ايه? عارف الترجمة وعارف كل حاجة. طيب. بذير نقط. بذير نقط. يوجد. طيب اكمل. مش عارف اختار رازم كامل. no cars. in the past. هنا. هتنفي الفعل ايه? المساعد اللي جاي هنا. يعني معناها ايه? لا يوجد. يبقى انا هترجم كده. اشتبقى انا هترجم ازاي? عشان اعرف اجيب جمع كويس. لا يوجد عربيات في الماضي. احطي ووز ولا احط وير ولا احط ار. هو هنا عامل يعني لا يوجد عربيات في الماضي. كلمة ووز طبعا معناها ايه? تصريف التاني من كلمة ايه? من كلمة از. انا اشاجك في الجملة ايه? ووز. زير ووز. لا يوجد عربيات في الماضي. بس كلمة كارز دي جمع. كلمة كارز دي جمع. فلازم الفعل هنا يكون اللي هو لا يوجد عربيات في الماضي. يبقى جماعة الجملة اللي بحضل غرط. نحط هنا وير ليه وير عشان ووز. التصريف التاني من كلمة ايه? اه وز التصريف التاني من كلمة ايه? اه تصريف التاني من كلمة از. ووير تصريف التاني من كلمة ار. فهنا انا عايز اقول لا يوجد عربيات. احنا قلنا بيجب رأي اسم مفرد. و بيجب رأي اسم جامعة. طب في في الماضي بيقابلها طب في الجامعة بيقابلها يبقى لا يوجد عربيات في الماضي. لو هنا في بس من غير اس. يبقى وص. تمام? طيب هنا بعد كده ايه? طبعا ده متوقع جدا في الابتحان. لازم اجيب لك قطعة. وده سؤال انا بقوله سواء في العربي او في الانجلس سؤال مضمون. ليه? حلو فيه. يعني مش هجيب حاجة من عندي. مش محتاج مجهود مني. انا هطلع في القطعة فوق وهقرى القطعة مرة واثنين تلاتة عشان اجيب الحال. طيب هنا تعالى نقرأ وانترجم. ولازم برضو الكلمات مهمة عشان اترجم القطعة دي. تمام? طب ما القطعة دي انا مش خدناها. لأ الكلمات اللي فيها هتكون انت اخدتها في المنهل بتاعك. لكن ممكن انت قصة نفسها مش اخدتها بكده. انا عايش في مدينة كبيرة. في مصر. مع عائلتي. لازم اترجم كده. المدينة. دائما. كلمة يعني ايه? يعني صاخبة يعني. فيها مزعجة يعني. كلمة معناها جماعة من الناس. معناها مزدحمة. معناها مزدحمة. إنها لديها تمام? إنها جميلة كثيرا او كثير من الجمال. وعندها كمان اضواء. ساطعة. بط لكن. سموك and noise are everywhere. يعني الدخان والضوضاء في كل مكان. طبعا الكصة دي جات فين? في كصة فرر المدينة وفرر القرية. صح? لكن هنا جايلي بصيغة تانية. بس القطعة احنا اخدينها قبل كده. بس مغير الايه? التفاصيل والشخصيات. في الصيف. نحن. نحن. ونحن نزور. جدي. إن في كنتري. قلنا كنتري هنا معناها ريف مش معناها دولة. طب هو بقى تكلم على مين? على المدينة. زحمة وضوضاء ودخان. فلكن. بتكلم بقى عامين على القرية. القرية ملهبة دائما هائدة. كويت. هادية. ونظيفة. زي ما احنا قلنا جامعة يبقى 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 اللي فوق دي. الجملة اللي فوق اللي احنا شفناها غلط. فعلا. هنا بجورها ار وبعد كده ايه? اسم جامعة هو. لكن هو هنا جايب لي ايه? ها? اسم جامعة يبقى الجملة دي غلط عملوها ايه? وير عشان اللي اخبطها. طيب. there are a lot of trees. يوجد العديد من الاشجار. and grass. والعشب. life is slow. الحياة هناك بطيئة. يعني بطيئة. يعني ناس براحتها شوية مش مش عربيات ومصانع وزحمة. لا لا. we love the country. نحن نحب الريف rather than the city. اكثر من المدينة. طيب هنا بقى انا عرفت ترجم. يبقى ححل الاسئلة هنا. read and put through or walls. the city has على ضوء في bright lights. المدينة لديها العديد من الاضواء ساطعة. مش متأكد اطلع تاني في القطع تلقى فوق اهي. bright lights فعلا. اهي. الجملة اهي. تمام? ما تسرقش. حل معك. طيب. اتنين. grand bar lives in the city. برضو ما تعتمدش على قراءتك القصة. انت انا عارف هو في فين؟ في القرية. لكن ارجع تاني. we visit our grand bar in the country. مش لازم اقول لك فوق ان الجد بيعيش فين في القرية. هو هو. احنا زرنا جدنا في القرية. طيب. هو عايش فين في المدينة? لأ طبعا عايش فين في القرية. اقول له ايه? answer the following questions. جاوب على الاسئلة دي. طيب. how is live in the country? يبقى لازم اعرف. اترجم. تمام? لو انا مش عارف كلمة هاو يعني ايه? مش هعرف اترجم. هدور في القطعة ايه? بيقول لي هاو كيف تكون الحياة في الريف في الريف عاملة ازاي? هطلع فوق. وافضل ادور اهو. بيقول لي بيقول لي الحياة في القرية ملها بطيئة جدا او في الريف بطيئة. طيب. تمام? what does ali like more? the city or the country? طيب. هنا برضو سؤال في لفة شوية. لازم اخد بالي. هنا بقول لي what does ما او ماذا? علي يحب اكثر بيحب ايه اكثر المدينة? or the country? علي بيحب المدينة ولا الريف? طبعا وفوق مش جيبها صريحة ان علي بيحب ايه? لكن هو في اخر الجملة قال ايه? ال we love the country rather than the city. هو بقى وعيلته كلها بحبه. وعلي من ضمن الايه? العيلة. ناخد بالنا من الحاجات دي اللي بتيجي من غير ايه? بصيغة غير مباشرة. تمام? تمام? طيب نكمل. هنا بقول لي rearrange the following. ايه rearrange? يعني قاعد ترتيب. لازم برضو تاخد بالك ان الاسئلة تعرف رأس السؤال بتتكلم عني. طيب. بقول لي هنا كلمة live live يعيش. لازم برضو اترجم عشان اعرف ارتب. live. يعني يعيش environments. يعني البيئات humans. الانسان او البشرية difficult. صعب ان في كان يستطيع. طيب. هو هنا بقول لي ابدأ بمين? ابدأ بكلمة humans. هبدأ بيه. طيب humans ما لهم? humans can. تمام? وكلمة كان يعني يستطيع الناس يستطيعون او البشرية يستطيعها بقراءة فعلة في المصدر. ايه الفعلة في المصدر? live. تمام? هيعيشوا في. ها? in. تمام? هيعيشوا فين? بقى عندك كلمتين. difficult environment. انا احط دي الاول وده الاول يا مستر اقول البيئة صعبة ولا ازاي بالزبط. لا احنا هنا كلمة difficult معناها ايه? صعب. تقريبا دي صفة. ودايما الصفة بتيجي قبل الاسم الموصول. انا باوصف البيئات ان هي صعبة. يبقى difficult environment. تمام? خد بالك من الترتيب ده. خلصت. حط نقطة. وتنسيش اول حرف كابتل. وارجع تاني ابص على الجملة اللي انا عملتها. اشوفها هي منطقيا انا مرتاح ليها ومشية ولا فيها خضاء. هارجع اقول البشرية او الناس كان يستطيعوا يعيشوا في البيئات الصعبة. يبقى انا حالي صح. ما تتسرعش. طيب. بعد كده the river near live. طيب انا بقول لي we. نحن. نحن ايه? فعلا على طول. live. نحن نعيش. بنعيش فين? near بالكرب من the river. احنا بنعيش بالكرب من الايه? من زي بقلتك الانترجم الكلمات. هنا ييجي دور الايه? دي يجي دور الكلمات. كلمات عليها عمل كبير جدا جدا في حل الامتحاء. الكلمات عليها عمل كبير. لو انت برضو مش هتعرف. الاختياري بتحل عن طريق الكلمات. عن طريق الكلمات. الكطة عن طريق الكلمات. لو هترجم هترجم هتعرف حل. تمام? ارجع اشوف جمعتي. we live نير. اه الجملة منطقية جدا جدا. طيب. what? هبدأ بها. did فعل المساعد. اطلاع انا عارف الفعل المساعد بيجي ورا ايه? اطلاع اتسف هامي. يبقى what did? طيب. do you? حد هيقول لي يا مستر. ازاي هنا حطي فعل المساعد? وازاي هنا حط فعل المساعد? لا. ما فيش ما فيش جملة فيها فعلين مساعدين. هنا did فعل المساعد. تمام? لكن do هنا ايه? do هنا دي معناها يفعل. ده فعل اساسي. كلمة do معناها يفعل. طيب. هنا بقول لي بقى عايز مني سؤال. what did? مين هيعمل انت? ايو? what did you? do? وكلمة يستر دي تيجي في الاخر الجملة معروفة. يجي في اخر الجملة. وحط كوس شمار. what did you do yesterday? هم سهلة عليك وحط لك ورا الكلمة. يبقى معنى كده انا هحضي في اخر الكلمة. لقد تستخدم ايه? زكيانك. بعد كده. هنا city مدينة did. هنا بمعنى هتحدى بها معناها هل live the he in. ايه معناها دي بقى? did. بيقول لي لما ابدأ الجملة بفعل مساعد دي معناها هل. هل ايه بقى? هل انت? he live. تعيش. in. في. the city. انت بتعيش في المدينة? تمام? برضو خلصت. اشوف الجملة منطقية ولا? هل انت تعيش في المدينة? تمام? ما تقولش كلمة live هنا دي فاعل. تمام? فحطها على طول ورا الايه? ورا الفعل المساعد. لا. احنا هنا في السؤال اعطوه ورا الفعل الايه? المساعد. تمام? نكمل. ري رايت بارا جراف فو او اباوت فور سكتو سكس سنتنسز. يعني ايه? يعني اكتب بارا جراف من اربعة لستة. يعني كتبت اربعة صح. خمسة صح. ستة صح. ما تكتبش تلاتة? ولا تكتب ايه? سبعة. طيب. هنا بقول لي ايه بقى? my first day of school. تمام? ايه هو بقى ده? my بتاعي انا first day يوم الاول في المدرسة. كلمني عن يومك الاول في المدرسة. وجايب لي كلمات ارشادي. كلمة nervous يعني عصبي. button يعني يرتدي teacher. مدرس play يلعب next day. طيب بقول لي ايه? طيب هو الموضوع ده بالو? الموضوع ده جاي من المنهج بتاعك. ومفروض المدرس انت شغال معاه في الفصل او في الدرس يعرفك ازاي? الحمد لله طلبة طوعي معرفهم يعملوا ازاي ده? يجيب لك حاجة زي كده لازم تدرب الطفل طول السنة او طلب طول السنة ان عشان لما يجي له حاجة زي كده يعرف اتكلم فيه. تمام? تمام? القصة جاية في الدرس. الولد هنا الولد بقول. انا بتذكر اليوم الاول ليه في المدرس. ايه صبعا ده هو كبير دلوقتي. فالقصة كلها هتكون في الماضي. انا كنت. تمام? ركز معاه عشان متكتبش غلط. متقولش هو بتكلم دلوقتي الحالا? لا. هو بتكلم. يعني يوم الاول. انا كبرته بحب بفتكر زمان يوم الاول. طيب. انا كنت عصبي جدا او مدائي جدا. يبقى كلمة نيرفز تخدمته هو. طيب. انا بوتون معناها يرتدي في الماضي. انا البست. اجرين تيشرت. تيشرت الاخضر. البنطلون. الاسود. خد لك نساش كومة. اند بلاك شوز. طيب. احنا ويوزة كومة وين ويوزة لست. فين الست يا مسر? انا عمل اول. البست. التيشرت الاخضر. والبنطلون الاسود. والحزاء الاسود. تمام? يبقى هنفضل نحط كومة كومة كومة. وفي الاخر قبل اخر حاجة حط ان زي ما انتا شايف. اهو. تمام? وما تنساش تحط قبل اند كومة. المعاصر واغلب الكتب ما بتحطش كومة قبل اند. لكن انا بقول دايما لازم نحط كومة قبل اند. المناهج الدولية بتقول نحط كومة قبل اند. الناس المتحدثين اصليين بتوع القواعد بيحطوا كومة قبل اند. احنا عندنا في مصر ما نحطش. ما عرفش ليه واحد انجيز بتاعنا احنا وبتاعهم هم. هم بتاعهم هم. يبقى نحط القاعدة بتاعتهم. نحط كومة. زي ما انتا شايف كده نحطينا هنا هي. كومة قبل ايه? قبل ات. تمام? حط اند امتا? اخر حاجة هقولها. يعني مسلا عايز اقول انا اي لايك انا بحب التفاح. اي لايك ابلز. كومة. اوورنز. كومة. اه ورا ميلون. كومة. اند فيجز. يبقى اخر حاجة بحط عليها اند. ما فيش اقول اي لايك اه 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 ابلز. اند اورنز. اه. ما فيش حاسمها كده. تمام? طيب. بعد كده. فلسطوب. الجملة خلصت فلسطوب. ما تسيبشي الجملة خلصت ما تسيبش السطر وترجع تبتكتب الاول كامل. ده مش بتكتب جمل. ما الحرف الاول كابتل. ازاي كابتل يا مستر هنا كده? ازاي كابتل? واحنا مش في اول السطر. لا احنا في اول جملة جديدة. فين يا مستر ما انت حططت هنا كومة? يعني هنا اه فلسطوب. يعني معناها ان الجملة خلصت. هبدأ جملة بقى لازل كابتل. المدرس بتاعك كان طيب جدا جدا. تمام? تمام? طيب. فلسطوب. جملة خلصت. انا لعبت العاب في المدرسة. اول يوم طبعا بايه? بيستعطف الاول كومة. برضو هنا كومة. اوصفا انه كان متاعا. حط يعلم تعجب ليه? انا بحط اكسكليميشن مارك لما ابين شعور قوي. او بتعجب من حاجة. انه كان ممتعا. انا انا ام very excited. انا very not. وهكذا. طيب. بعد كده the next day اليوم التالي. I went to school. انا رحت المدرسة. when? تصريف تالي من كلمة go. اشتريك اولاك لن تحفظ تصريف الافعال. to school. رحت المدرسة. and حطكومها قبلها هود بالك. and I wasn't nervous. اليوم انا ما كنتش ايه? اي wasn't نافي. ما كنتش عصبي زي اليوم الابد. انا كده عملت ايه? عملت الجمل من خلال ايه ده? متنساش ان الموضوع ده جاي اصلا في في المنهج. طب بالتالي انت لما يجي لك في الانتحان هتكون متفاكر بتعمل ايه? تمام? بقول له خد بالك السؤال التامن عندك الانتحان يعني حط التركيم. التركيم بتعمل ايه? بتعملش زي ما هو عامل كده. في التركيم بي الحرف الاول بتعمله كابتل. يبقى مش تكتب الجملة كلها. هتكتب حرف تي بس هو الكابتل. تمام? بس. وتمشي. هم? ذا نايل. نهر النيل ده حاجة معروفة. احنا بنحط الحروف الكابتل الحاجات الايه? المعروفة. الاماكن العامة المعروفة هرامة الجيزة. تمام? نهر النيل تمام? يبقى حط الان كابتل. ما تحطش كلمة كلها. حط حرف الان بس. ان. امشي. مفاش حاجة. ايجيبت. مصر طبعا معروفة دولة. احنا باسماء الدول بنحط ايه? الحرف كابتل. حط الايه كابتل الهن. كمل هاز تو برانش. يعني نهر النيل له فرعين. طبعا دي ايه? جملة خبرية. لا هي سؤال ولا تعجب. هحط ايه? يبقى كل اللي هحطه. التي بس. والان والاي والنقطة. ما اكتبش الجملة كاملة. تمام? هاخد سؤال مضمون جدا جدا في الامتحان. ومش عليه اه اه اي اختلاف. الوحدة التمنى. الوحدة التمنى. تمام? برضو لازم اعرف الكلمات علشان ايه? علشان هم? برضو اقدر احلي في الامتحان. هو جيب لي هنا ايه? المفردات هنا بقول لي. لازم تعرف كلمة بيجي معها ايه. اقدره الاختيارات. ها? ابكت اوف كوكيز. ابيكت اوف كوكيز. ها? اة بار اوف تشوكليت. ابار اوف تشوكليت. با كلمة تشوكليت باه� معها كلمة بار. و اف. ابكت تيجي مع كوكيز طيب. اكارتون اوف جوز. كارتون يعني كارتونة من الايه? من العصير. تمام? اكارتون اوف جوز. بعدين But او ابو ضول اف وورر. طبعا الحاجيات دي كلها غير معدودة. يعني مش معدود. كلمة جوس مش معدود. كلمة كيك مقدرش عد كيك. كلمة مقدرش عدها. لكن بحولها من من اسم غير معدود لاسم ازاي? هو الاول مقدرش عده. لما حطت كلمة بار يبقى بار في الشوكليت معناها واحدة بس من الشوكليت. من الشوكليت. يبقى انا كده خلتها اسم معدود. ها? جوس مش معدود. لما حط قلت كارتونة او علبة من العصير كده عدتها. ها? مش معدود. ها? لما اقول معناها زجاجة من الماء. حولتها من غير معدود لمعدود. طبعا ده لك انت لان في الامتحان مش هيقول لك ازاي بنحول المعدود. لأ طبعا. اندي لك انت شرح المنهج بتاعك. انها معدودة. ها? بعدها ازاي? شريحة من الكيك. واحدة او شريحتين او تلاتة. يبقى انا كده حولتها من غير معدود لمعدود. ها? تشيز غير معدودة. ابيس كطعة. يبقى كطعة من الجبنة حولتها من غير معدود لمعدود. خد بالك كل واحد بيجي معا ايه? لان هتيجي في الامتحان واحدة من دول وانا متأكد هتيجي واحدة من دول. تمام? طيب. هنا لانجوج فوكس. بتركز على ايه? على القواعد اللي جت في الواحدة دي. طيب هنا بقول لي تصريف الافعاية. طبعا زي كل السنة عندنا افعال منتظمة وافعاية غير منتظمة. تمام? هنا دي كلها افعاية غير منتظمة. تمام? الافعاية المنتظمة انت عارفها تحط ايدي في الاخ. لازم اعرف الافعاية غير منتظمة. يعني حاضر او مضارع. وكلمة ماضي. هتبقى اشترى. يشتري اشترى ها? فلاي. يطير فلو. طارة في الماضي. هير. يسمع هيرد. سمع. جيف. يعطي جيف. اعطى. رايت. يكتب روت. كتب. ثرو. ثرو. يرمي. ثرو. رمى. فيل. يشعر. فيلد. شعر. سي. يرى. سو. رأى. جو. يذهب. وينت. ذهب. لازم تراجع وراجل الملء اللامم. كل الافعال اللي انت محتاجها اللي هتساعدك في انتحان عشان تراجع. ده المراجعة العامة اللي مفروض تعملها. تمام? فورجت. ينسى. فورجوت. نسى. كت. يقطع. هي هي برضو في الماضي كت. كطعة. كم. يأتي. كيم. أتى. سي. يقول. سد. اسمها كده سد. قال. رون. يجري. رين. ران. جرى. هاف. يمتلك او لديه. هاد. امتلك او كان عنده يعني. يغني. سانج. غنى. ميك. يفعل. ميد. فعل. لازم تحفظ الافعال دي مهمة جدا جدا. دلوقتي في الامتحان وطول حياتك. طيب. هنا بقول النطقة. امت انت حرف الاس? او ازاي? امت انت حرف الاسة? تمام? لما يجوا وراء حرف الكي. زي كلمة او تي. او بريزنتز. ده حرف تي. حرف تي. بوكس. او حرف الكي. هاتز. مستيكس. طبعا الكلمات دي. او القواعد دي. تقريبا مش هتيجي فين. نمتحان مش هقولك امت انتها كده. لأ. دي لك انت برضو مراجعة. طيب امت انتها زه زه زه. تمام? زي كلمة تمام? الكلمة اللي اخرها. هنا بانطق الاس ايه? زه زه زه. طب امت انطق الاس? is. لو الكلمة اخرها اس. او اكس. او سي اتش. او اس اتش. هنا بقولك بحطي ازاي تمام طبعا قلت لك دي لك انت مراجعة الانتحان مش يعني هقولك لا طبعا مش هيقولك انت انت ازاي ان انا اخطط زي ما اخدناها برضو في الوحدة هي نفس الحاجات اكتب الخاتمة بتاعت الايه طيب التدريبات او الواجبات على مين على الوحدة التامة تمام هنا بقول لي اكمل حرف النقص كلمة سلايس الايكاة نقصة ويكملها بوكسز ابيس اوف كيك تمام نكمل طيب هنا دي لوج او حوار برضو هنا جيب لي كلمات وانا اكمل الي هاو دو يو نقط شام ناسيم انت بتعمل ايه بتحتفل ازاي في شام ناسيم كلمة يعني يحتفل برضو لازم يكون حافظ الكلمات علي انت بتع انت نقط ايه في شام ناسيم هعمل ايه هلون ولا ولا مملح ولا ولا احتفال ولا احتفل لأ انت بتحتفل الزبشة من سيء طيب مريم قالت له ايه نقط ايجز ويذ ماي كازن انا بعمل ايه في البيض مع ولاد عمي او ولاد خالي طبعا ايه بلونه يبقى كلمة ايه كالر زي ما انت شايف طيب اليها ميتو وانا كمان ايه 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 نقط فيش ايه اللي هيكون فيش هيكون السمك مالو سمك احتفال ولا سمك مملح سمك مملح كلمة سولت ملح كلمة سولتد معناها مملح تمام طيب مملح مريم قالت له اي لايك شامل نسيم انا بحب شامل نسيم انه عيد خاص او احتفال خاص ماتش وصل برضو يجي هنا دور الكلمات لو مش حافظ كلمات الوحدة مش هتقر تجاوه هنا وقوط ما او ماذا ديت يو ايت يسر دي انت اكلت ايه في الماضي همشي على الاجابات كلها من الاول انه يأتي بعد رمضان مش مش ماشي تمام برضو ما تختارش بسرعة كامل الجمل برضو مش مشي طبعا مش مشي يبقى هرجع تاني يبقى انت اكلت ايه مبارح الاجابة هتكون في الماضي انا اكلت تصريف تاني من ايت 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 اي ايت تو سلايس سلايس او شوكولت كيك انا اكلت شريحتين من شوكولات طيب هنا كلمة لو انا مش عارف تصريف الافعال يبقى انا كده هقول يا ربي هو جدي يعمل ايه في السمكة تكلها ولا رماها كلمة كاتش يعني يمسك او يصطاد كلمة كوت اصطادة تصريف تاني منها فعلي شاسة جدي اصطاد سمكة طيب اعمل ايه بقى هشوف الترجمة هاجي من الاول تاني ات قمز افتر رمضان جدي اشترى اه 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 اصطاد سمكة وبتيجي بعد رمضان مش ماشي الاولى طبعا دي احنا اخدناها مش محلها تاني طيب تاني جدي مسك سمكة ان ابيج هوتل وفي اه فندق كبير مش ماشية جدي مسك سمكة ماي جراند ما ميت انتو الوفلي فش وجدتي عملتها سمك لزيز جدا او حلو جدا يبقى برضو زي ما قلت لك كده لازم تتوقع وطور بتجدون لبعضها وتشوف اللي ماشي مع ايه ده الطريقة الصح طيب هنا ايد الفطر ايد الفطر اموزلم اسمها كده يا جماعة موزلم ما تقولش مسلم اللي السنة منطقها زهر عيد الفطر هو احتفال المسلمين نكمل بقى ايه طبعا هو بيجي بعد ايه بيجي بعد رمضان الاجابة الصحيحة دي تمام طيب انا ذهبت لابن عمي ابن خالي حفل زفاف بنت خالتي ابن عمي اي حد طيب بعدين في فندق كبير شفت بنحل ازاي بنترجم ونشوف نبص على الاجابات كلها كلها ما تسرعش وبعد كده بشوف ايه اللي ماشي مع ايه وكم يبقى ايه الفايصل عندي برضو حفظ الكلمات عشان اقدر اترجم الجملة اختاري الاجابة الصحيحة ماي براثر ادرانك ايه طيب ماي براثر يعني اخويا ادرانك التصريف التاني من كلمة ادرانك برضو يأتي هنا طبعا انت مش عارف ادرانك يعني ايه بقى صعب عليك بتترجم ترجم ترجمه هي بتخلينا حلم ماي براثر ادرانك اخويا شرب ايه نقط اوف ابل جوز احنا اخدناها في الكلمات وتأكل لازم تحفظ الكلمات بريف الامتحان بحط ايه بحول الجوز العصير من countable من uncountable اللي countable بايه بحط له bucket ولا slice لأ carton اللي هي علبة عصير اسمها carton of apple juice شرب علبة عصير تفاح تمام لازم احفظ الكلمات طيب they هم هم ما لهم نقط happy birthday هم ايه birthday عج ميلاد to their dad last night هم عملوا ايه هم قالوا ايه هم نقط عج ميلاد سعيد لي مين لي جد لولدهم الايه ال last قلت لك تاني last خد بقاك من الجملة last قلت لك بتدلي على الماضي last week last night اي last هنا last night الليلة اللي فاتت يبقى ايه ده في الماضي هنا ده مدرع مستمر مش هقدر اخده كلمة sing فعلي في المصدر كلمة sing ده التصريف التالي من كلمة sing لو انا مش عارف تصريف التالي طبعا هاختر sing وانا مغمض صح غلط كلمة sing تصريفت منها sing غنى اللي خلينا اختر sing عشان هنا last ده من الكلمات الدلة على ايه على الماضي طيب we not in festival احنا بنعمل ايه في الاحتفالات we eat بناكل drink وبنشرب and play وبنعب احنا بنعمل ايه في الاحتفال احنا بنعيط ولا بنكتب ولا celebrate طبعا celebrate نحتفل طب لو انا مش عارف كلمة celebrate يحتفل هقدر حطها يبقى برضو تاني وتاني يجي هنا دور الايه الكلمات we eat نحن اكلنا تمام كالنا ايه we eat cakes ولا tables ولا chairs احنا اكلنا كيكة ولا طرابيزات ولا كراسي انا هنا مش محتاج اكمل الجملة ليه احنا هنأكل ايه يعني هنأكل كيكة طبعا وهنأكل ترابيزات ولا كراسي لأ ات موي سيستر ودينج يعني احنا ايه احنا اكلنا كيكة في اه حفل زفاف اختي they were delicious هما كانوا لذيذ مين هما الكيكة طبعا تمام مستخدم زي عادي مع ايه مغلبة عقل للجمعة القطعة انت هنجي كده يا جمعة زي ما احنا شايفين كده اختياري وبعدين صح وقلط بعدين القطعة وهكذا طيب read the passage اقرا قطعة and answer the question واجب على الاسان كريم went on a picnic in the park with his friend last week and برضو الجملة فين في المواضي اللي عرفك عندك كلمة last تمام went صريف التاني من 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 جو تمام هو الزمن المستخدم الجمال عند الوقت في المنهج هو المضورة الماضي الايه البسيط كل جملك هتكون كده كريم زهب في بيكنيك معناها نزهة خلوية طبعا لو انا مش عارف الكلمة دي هتعطلني في فين في الجملة in the park في الحديقة with his friends مع اصدقاء او last week في الاسبوع او نهاية الاسبوع اللي فيت they played football هم لعبوا كرة قدم they rode their bikes كلمة road تصريف تاني من كلمة ride يركب road they ride their bikes هم ركبوا الدرجات بتاعتهم درجات they are they also هم ايضا ران جريو ان دفلو طيارو صرف تاني من كلمة fly their kites طائرتهم الورقية they were very hungry هم كانوا جعنين جدا and thirsty وعطشانين each one of them each دي معناها كل واحد منهم each one of them drank a bottle of water كل واحد كان عطشانين جدا فكل واحد منهم شرب ازازة مية and ate a slice of pizza وشريحة ايه pizza they were very happy هم كانوا سعداء جدا جدا read and put true or vals طيب هنا بقول لي they played basketball هم لعبوا كرة سلة هطلع فوق اهو هقول له لا والله هم لعبوا كرة ايه القدم هقول له vals they were very hungry and thirsty هم كانوا عطشانين جدا وجعين جدا هطلع الجملة فوق اوهي they were very hungry and thirsty صح هم كانوا جعنين جدا 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 طيب answer answer the following questions where aina did kareem go last weekend aina كان كريم aina ذهب كريم الاسبوع اللي فات او في نهاية الاسبوع اللي فات في الوقت انت طبعا هطلع فوق كريم كان فين went to a picnic in the park بس كده تمام وعايز المكان ما تكملش الجملة بقى وبقول لي كريم راح فين where ساعة المكان هقول له كريم وخلي اجابتك كلها كاملة ما تقول ليش اه in the park يعني هو راح فين راح الحديقة لا قولي كريم went on a picnic in the park خد الجملة كلها كاملة وخلي اجابتك النموزة جاي تمام طيب what did they eat and drink ما او ماذا هم اكلوا وشربوا هم اكلوا وشربوا ايه اطلع فوق في الجملة they were very hungry and thirsty تمام هم كانوا عضشانين جدا وجعان جدا طيب بعدين each one of them drank a bottle of water هعمل ايه بقى هقول they ها اترانك خد بالك ما تقوليش ويتش وان ها they drank a bottle of water تمام and ate a slice of pizza دي اجابة نموزة جاي تمام ده سهل جدا سؤال مضمون جدا جدا السؤال طيال قطعة حلوا في يا جماعة ما يجيبش حاجة من عند ما بجيبش حاجة من عند الله يكرمكم يعني واحدة واحدة ري ارانج قعد ترتيب هنا بقول لي where هتبدأ بيها ده سؤال where طبعا عطولي الفعل المساعد انت مغمض وهيكون في الماضي where did it تمام بقى كده الفعل الفعل where did they بعدين الفعل الرئيسي go last night هم زهبوا فين الليلة اللي فين طيب هنا they they لازم يجوارها ايه لازم يجوارها فعل ها they went فين الفعل هنا يبقى كلمة هم زهبوا زهبوا فين two الى went يجوارها two ذهبوا الى مين بقى موناز ويدنج عيد زفاف مونة طبعا نحط ويدنج الاول لأ زفاف مونة بنترجم ايه من شمال ايه من شمال ايه من شمال طيب بعد كده say people there ايد مبارك friends two هنا بقول لي people الناس ما الناس بيقولوا say عيد مبارك هم لمين تو لي their friends لقصد دقائهم تمام كلمة ذير ده آآ آآ صفة ملكية او ضمير ملكية بيجوارشي المملوك لقصد دقائهم بيبقى their friends ما تلخبطش بعد كده I celebrated family with my انا مالي انا فانا عائلة ولا انا مع ولا انا لا انا احتفل I celebrate مع مين with my family حاجة سهلة جدا 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 قلت لك قبل كده الكلمات عليها عامل كبير جدا write a paragraph about four of about four or six طيب عايز مني اكتب paragraph اربع او ستة جمع هنا بقول لي كلمة يعني يوم مميز يعني خاص او مميز هنا بقول لي تمام يعني اتكلم عن ايه جيب بكلمة يعني يحتفل نزهة خلوية فن متعة اصدقاء يعني هدايا برضو اليوم ده او الوصف ده جه في المنهج فانت مش هتجيب حاجة من عندك هتتذكر بس بتحط ايه جمع طيب انت شايف ايه شايف هدايا وشايف بيحتفلوا واصدقائي يبقى ده ايه اكيد عيد ميلادي اكيد عيد ايه عيد ميلاد طيب هنا هيتكلم هيقول ماي بيرث دي وز يسر دي عيد ميلادي كان مباح تمام تمام يعني هنحتفل ايه بي يعني عشان نحتفل بيه تمام ومصعبها شوي يعني مش هتجيب تلتزم بالايه بي ال 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 اه بال بالصغر دي هو بقوله عشان نحتفل بيه احنا روحنا لأ احنا ممكن نقول ايه هنقول او احنا حتفلنا بيه تمام او 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 تمام خلاص بعد كده اينفايتد او 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 ادول يعني كلمة جيت صرفتا منها جوت في المواضي احنا لعبنا انه كان يوم ايه ممتع طبعا مش تلتزم بالايه بالقطعة اهم كيف تستخدم مالياه تمام تمام ممكن تقول مسلا my birthday was yesterday تمام او ايه سيليبريت سيليبريت هم عشان هنحطيه هنا كيم سيليبريت فين في المصدر مهم عشان كده جيبلي كده تمام بس معتقدش او هجب هلك كده طبعا المواضي هجبه لك حتى لو قلت لك سلبريت حطها سلبريت تمام؟ وي سلبريتت اه اه in the park and I invited all my friends we played games and my friends gave me a lot of a nice presents بعد كده we played games and we we felt happy and it was a nice day او a fun day تمام؟ بعد كده التركيم زي ما قلت لك يوسف او الحرف capital انزل بي بس هو تمام؟ هنا بقول لي اخد بالك يوسف وحط ايه ده؟ دي اس الملكية هتحط هنا ابستروفي تمام؟ يوسف بيرث دي يبقى هتحط ال y capital تنزل بيها وبعد كده ابستروفي كمل 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 برضو نفس الحكاية برضو نفس الحكاية حط هنا ابستروفي حط فين فلسطوب في الاخر مكتبش الجملة كاملة مكتبش الجملة كاملة اخر وحدة معنا الوحدة التسعة مراجعة للكلمات اللي فيها تمام؟ ودي اخر وحدة معنا الوحدة العشرة مش معنا يا جماعة في الامتحان مش ما تتعبش نفسك طيب دي الوحدة دي بتكلم عن ايه؟ عن الانواع اللعب حول الايه؟ حول العالم يعني تمام؟ معناها ايه؟ معناها مرر لي الهدية او الطرد كلمة معناها طرد. هنتكلم عنها دولة. اللعبة التانية عندي اللي هي الكراسي الموسيقية. تمام? اللعبة التالتة الاستغمية. التلتة لعب دول اللي سنكونوا عارفون. دي اطفال بيقعدوا دايرة. والموسيقى بتشتغل. ومعهم طرد في هدية. بيفضلوا ينقلوا لبعض 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 اول موسيقى تقف. اللي مع الهدية يفتحها وتبقى ايه? حلال عليه. بتاعها. كلها لعبناها ونحن صغيرين. ان بنجيب تلت كراسي واربع اطفال بيلفوا. او اربع كراسي وخمس اطفال. والموسيقى بتشتغل اول وموسيقى تقف. كل يروح قاعد واللي ليوش كرسي هو اللي يطلع برا اللعبة. كلنا لعبناها طبعا استغمية. واحد هو اللي بي نغميه. هو بيجروا للناس. واللي يمسكوا هو اللي يقف ايه ما كان. يلعب علعاب. يعطي هدايا. يعني يفتح الهدايا. كلمة هنا. يعني يغلف. يعني يفك. يعني يلعب موسيقى. تعال نشوف ازاي اعمل صفة من الاسم. تمام? برضي دي مراجعة يعني المتحان معتقدش ان هي هتيجي يعني صريحة زي كده. هنا عشان اعمل الاسم الصفة احولها او النون. لكن هنا اخرها ايه? اخرها واي. لازم احول واي الى اي وحط كلمة فول يبقى بيوتي جميل. اه 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 الجمال نفسه جميل. حولتها لصيبك كلمة يوز. يستخدم كلمة معناها مفيد. حولتها من اسم او من فيرب لأجكتف. بس برضو احنا المنهج اللي عند الوقت نتكلمش اللي عن زمن واحد بس. الماضي البسيط. يعني الافعال غير منتظم. بحط الفاعل. وبعد كده الفاعل التصريف التاني للفاعل. بحفظ مهو. احنا شفنا فيلم الليلة اللي فاتت. تمام? هنا الفونيكس اللي جات في الواحدة تسعة. بقولي بتعمل لونج بيو. او. سبون. احنا عافين لونج بيو والنصوطين. يو. زي كلمة كام بيودر. وليه صوت تانيه اسمه او. زي كلمة سبون فود سكول توث. ليه? لان لونج بيو زمان كان ليه صوت اسمه او. لكن المعاصرين الامريكيين استخدموا صوت تانيه هو ليو. لكن اللي عند الوقتي الصوتين مستخدمين. الاديم الجديد. فلازم عيننا نسرح الاثنين. تمام? فال او او بتعمل ايه? الصوت ده او. ال اي بتعمل لونج ايه? ويك بي شيز سليد. تمام? مش مطلوب منك هنا ان انت ايه? تعرف عشان لو جات لك قولك تطلع من قطع كلمة عن نفس الوزن او نفس الصوت طلع. سي سويت حلوة. ني ركبة تيث. يعني اسناء. هنا عندنا في الوحية التاسعة ازاي اكتب دعوة? ممكن تيجي يا مستر? ممكن تيجي. تمام? ممكن جدا جدا. انت اصلا تعودت على اسلوب الكتابة والقراءة الكتابة قطعة وكزا وكزا في تالتة وفي رابعة وكمان في العربي كمان. طيب. لكي تكتب دعوة صحيحة. كلمة هنا. بجرار الفعل. في المصدر. تمام? وبيجي ديني النصيحة. يو شود منشن. لازم. آآ آآ. تعرض. تكتب اسم الشخص اللي انت بعت له. تمام? ذا ريزن السبب. انت لازم. يعني ايه تمنشن? تعرف الراجل انت بعت له الرسالة دي? انا بعت لك الرسالة ليه? دا خطاب. دا دعوة. فرح. دا تكريم. دا ايا كان. لازم تعرفه. تحط المنشن. يعني تذكر. يعني السبب بتاع الدعوة. طيب. لازم تقول وين? امتى? الزمان. تمام? يوم ايه بالضبط? on wednesday? on thursday? on friday? what time? الساعة كان بالضبط? at nine o'clock? six o'clock? where المكان? in the hotel? on the garden? on the garden? on the park? فين حتى بالضبط? المكان? في البيت? what to wear? هيلبسوا ايه? هي زي رسمي? تمام? ولا هنلبس العاب تنكرية? ولا هنلبس ايه بالضبط? لازم تعرفوا الحاجات دي. تمام? تمام? شوه حالة حاجة عليها? ولا مش حالة جاية بحاجة عليها? مش جاية بحاجة عليها. ممكن احنا نعمل ايه? ممكن احنا هنعمل دعوة دلوقتي. تمام? the reason of invitation. هقول مثلا. i invite you. for my birthday. for my wedding. for my 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 sister's wedding. حفل زناف اختي. تمام? what time? هقول له مثلا. in on thursday? في يوم الخميس. what time? at nine o'clock? ساعة تسعة. where? هقول له مثلا. هنعمله ان شاء الله في الهوتل. في الهوتل. او هنعمله في هاوس. في المنزل. in at هاوس. او في الجاردن. في الحديقة. what to wear? هنلبس ايه? تمام? ممكن نقول له نلبس مسلا سوت بدلة. البس تي شيرت. البس مسلا اه فورمال اه رسمي او انفورمال. تمام? خدناها في الدرس ان هي ما دي اختصار كلمة. كلمة فرنسية. معناها ريسبونس الفو بلاي. ايه ريسبونس الفو بلاي? معناها لو سمحت اقبل الدعوة دي. تمام? ده اختصار كلمة ريسبونس الفو بلاي. الكلمة الفرنسية. تمام? بقول له هنا اكمل. بي تشيز سليب سكول. تمام? بعد كده الديالوج او الحوار. ali. many people think that ايجيبت is only a desert. العديد من الناس يعتقدوا ان مصر صحراء فقط. تمام? بعد كده هادير قالت لا. 90% of Egypt is desert. 90% من مصر صحراء. but there are green lands too. في يود هناك مناطق خضراء. ali. it's green. انها خضراء. and beautiful near the night. خضراء وجميلة جدا جانب الايه? النيه. هادير. there are mountains in the south and east. يوجد هناك جبال في الشرق والغرب. كلمة south يعني الشرق والغرب. او عفوان الشمال والايه? والشرق. طيب. هنكمل. طبعا الديالوج ده صعب ييجي. بس هاتينا بسرعة. طيب ده مهم جدا. special means. يعني كلمة special دي. معناها ايه؟ ها؟ اخدناها في الدرس والكتب كلها تكلمت اللي هاتعرف بالانجلش. ها؟ معناها ايه؟ are under the age of 30. معناها تحت السن الثلاثين. ولا for its history. للتاريخ. ولا in tomitiano festival. احتمال احتفال الطماطم. ولا having. having something that nobody else has. ركز معاه. having يعني لديك شيء ما. ما فيش اي شخص. else has. معه زي. تمام؟ عندك موهبة. عندك حاجة. عندك شيء. عندك عربية. عندك بيت. ما فيش حدي في الدنيا. كلها او غيرك. او عندك موهبة. ما حدش تاني عنده نفس الحاجة دي. فكنا نقول ايه؟ انت عندك special skills. موهبة خاصة. special cars. عربية خاصة. special house. بيت خاص. محدش مميز يعني. محدش عنده زي. دي معناها بقى. special means having something that nobody else has. على فكرة المنهج ده والله لعدين دولي. المنهج بتاع ربعة ده دولي. حاجة مهمة جدا وجميلة جدا. everything was read. كل حاجة حمرة. خدناها في الاحتفالات. في ايه ده؟ اكيد ده. everything was read. طبعا ده احتفال في اسباليا. وكل الناس بتنزل الشارع وبحدفوا بعض للطماطم. الناس والبيوت والشارع كلها تبقى حمرة وده احتفال في اسباليا. half of the Egyptians. كلمة have يعني نص. مش مش هوا. نص المصريين ما لهم. are under the age of 30 ولا for its history؟ نا طبعا. are under the age of 30. نص المصريين تحت سنة 30 سنة. Egypt is famous. مصر تكون مشهورة. مشهورة بايه؟ for its history. بتاريخها. تمام؟ برضو انا مش هعرف حل الا لما اكون عارف الترجمة. choose the correct answer. you need. نحن نحتاج. نحتاج ايه؟ نحتاج الموسيقى ولا الكراسي ولا الناس لكي play or party games. احنا عشان نلعب اي لعبة. نحتاجين الكراسي ولا الموسيقى ولا نحتاجين الناس عشان نلعب العاب الحفلات اللي خدناها. طبعا الناس. كل اللعب لازم يكون فيها ناس. مقدرش ألعب لوحدة. تمام؟ A نقط. is an insect that makes honey. ايه هي اللي بتعمل? ايه هي اللي حشرة وبتصنع العسل؟ انا هعرف برضو احل ازاي؟ لازم اتركب. لو انا مش عارف ان كلمة insect حشرة وميكس تصنع هني عسل مش هقدر احل. من اللي بيصنع العسل الاسبوع ولا الاسنان ولا النحلة؟ طبعا ايه؟ النحلة. طيب. they هم نقط. لا تمتيانه last week. خد بالك كل امتحانات جايبه كلمة last week او yesterday. جاي في الامتحان. اول ما اشوف last week last night اي last وكلمة yesterday هختار تصريف التاني للفعل. سواء احط ايه دي او الفعل change. ده الفعل في المصدر. ده ing مدرع مستمر ده. خلاص? اي نقط. انا مالي. يبقى انا هنا لازم اختار على حسب الكلمة دي. yesterday يعني الامس. يبقى انا نمت. ثمان ساعات بالامس. نمت. اقول sleep. فعل في المصدر. ولا slipped. ولا sleeping. لا. تتصريف تاني من كلمة ايه؟ sleep. لازم برضو تكون عارف التصريفات. القطعة. مهمة جدا برضو. سؤال مضمون. بقول لي Egypt is a big country. مصر دولة كبيرة. that it rich in culture. حد يقول لي مصر احنا خدنا بلك كلمة country معناها الريف. ازاي هنا معناها دولة انا هعرف ازاي حسب الجملة. احنا اقول لك مصر تكون نقط كبيرة. هتكون قرية كبيرة ولا دولة كبيرة دولة كبيرة. ذات انها is rich in culture and history. يعني هي غنية جدا عندها ثقافة. غنية بالثقافة والتريف. there are many things that make Egypt special. يوجد العديد من الاشياء التي تجعل مصر خاصة او مميزة. the food in Egypt is wonderful. الطعام في مصر رائع جدا. الكلام ادي كلها اخدتها في المناك. فول مدمس. عندنا الفول مدمس. كباب and kushari are the most famous traditional foods in Egypt. بقول لي الفول مدمس والكباب والكشري the most famous traditional foods in Egypt. من اشهر العادات او تقاليد الاكت في مصر. الفول والكباب والكشري. the people in Egypt الناس في مصر are يكون friendly طيبين جدا صدقون صدقين يعني. and hospitable. hospitable معناها موظفين. يعني موظفين لو حد راح يضيف بيوجب معنا. تمام. كرم الضيوف يعني. we like our visitors. احنا بنحب زورنا our visitors. to feel welcome in our country. تمام. يعني بشعروا بالترحيب في مصر. يحسوهم ان هما مش ايه. مش تقال على الشخص اللي هما اللي هما عند. طيب. حط. false or true. Egypt is a big country with a rich history. هترجب. مصر دولة كبيرة ولديها تاريخ غني. طبعا غير ما راجع ليه. الكطع هقول true. the Egyptian food taste bad. معناها ايه بقى. بقول لي taste معناها مذاق. الطعام المصري مذاق وسيء. طبعا القطع فوق قالت لا. طبعا هقول له ايه. false. جاوب answer the following questions what are the most famous traditional food in Egypt. ما هي الاكسر التقاليد في الاكل المشهورة عند المصري. من هما هطلع فوق اقول له. فو المدمس. وكباب. وكشري. the most famous traditional food in Egypt. سهلة جدا. وبعد كده السؤال اخير في القطعة. how the food in Egypt. طيب. هاو يعني ايه بقى? طبعا انت لو مش عارف الترجمة هتطلع الجارج. هتقول لي مدمس وكباب. لانت هتفتكر ان هو بقولك. ها? ما هي انواع الطعام في مصر. صح? لكن انا دازم تعرف يعني ايه. هاو يعني كيف يكون الطعام في مصر. كيف? يبقى انا مش عايز منك تعددلي. انا عايز منك توصف لي حاجة. كيف? الطعام في مصر عامل ازاي? تطلع فوق الطعام في مصر ماله. ها? wonderful. فين هي اه? the food in Egypt is wonderful. تمام? خد بالك من السؤال وشوف علامة الاستفهام طالب منك ايه. هاو يعني كيف? هاو كيف? تمام? rearrange. قعد ترتيب. اتس هبدأ بيها. انه ها? نقط انه اخضر حول النيل. ها? انه انه اخضر. حول المكان اللي حول النيل ده كله اخضر وحول ايه? زرعة. زرعة يعني ارتبط النيل زمان بايه? باستقرار المصر القديم وحط قدامه الايه? الزرعة. ونحن طبعا كان وانا مغمض وكان. احنا نستطيع الفعل في المصدر. فين الفعل هنا في المصدر? جيف ولا راب? مقدرش احد. طبعا هنقولي بقى. وكان احنا بنعمل ايه عشان ندي الهدايا? وكان راب اند جيف بريزن. احنا نستطيع نغلف اند جيف بريزن. ونعطي الهدايا. وط سؤالة هو. وط. ها? فعل. عطول. وط ميكس. مالذي. قص يجعلنا مميزي. تمام? ده كله من الدروس. ايجيبتشان ما لهم؟ اا راعطهم الفيروتبير. فعل مساعد من هم ايجيبشان موفز. يعني ايه? هنا ده الفعل هنا او مركب. مش ايجيبشان بس. يعني ايه? الافلام المصرية دي كلها كده فاعل بس. فاعل مركب. ايجيبشان فوز اا ايجيبشان مووز. اار فيموس. ما تقوليش ايجيبشان اار فيموس. لو عملتها كده يا رجع تارجب. المصريين. يكونوا افلام مشهورة. لأ, افلام المصريين تكون ايه? مشهورة. طيب بعد كده ايه? بيقول لي اكتب دعوة. تمام? من اربع خمس جمال. هنا بيقول لي المناسبة هي. يعني معناها ايه? يعني حفلة عيد ميلاد هاني. احنا قلنا ايه? لازم للمكان والزمان والوقت ونلبس ايه? ونقول السبب بتاع الدعوة. السبب بوقه. خلاص هو الراجل العرف ان انت تدعيه على حفلة عيد ايه? ميلاد. هو هنا الزمك بالحفل. طيب. هكتب اي حد كل واحد يتخيل اخوه يتخيل صاحبه يقول دير احمد. كلمة دير معناها عزيزي. تمام? ماي دير حبيبتة او عزيزتي. دير احمد لو انت بنت دير هنا دير جانا اكتب اي اسم صاحبتك. طيب. انا مالي بقى ايام طبعا هنا هستخدم المضارع المستمر. ليه مضارع مستمر? لان احنا we use the 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 present continuous to to plan the future. عشان نخطط للمستقبل. طبعا الحفلة لسه جاية قدها. ما ينفعش نستخدم الموض طبعا. تمام? يبقى هستخدم مضارع ايه? المضارع مستمر. بتكون من ايه مضارع ايه. انا عندي. عندنا يعني. انا عندي حفلة عيد ميلاد يوم الجمعة الجاي. ات ماي هاوس. هنا كده منشن حكتين. منشن ايه? قال لي اليوم. تمام? تمام? وقال لي المكان. في بيتي. خلاص. طيب. تستطيع لو سمحت تيجي. لو انا عايزة خليها بادب شوي هستخدم كلمة كود. كود يو كام? تمام? لما اجا استخدم. ستوب اكتر احترام هقول كود مش كام. طيب. قال انا ان شاء الله يعني سوف ادعي كل اصدقائي. انا اريد. نلعب بعض العاب الحفلات. games. لذلك. bring some chairs so we can play the musical chairs. لو عرفت تجيب شوية كراسي عشان نلعب لعبة الكراسي الموسيقية. there will be كيك. سوف هتناول للمستقبل. there will be. سوف يكون. هيكون لدينا في المستقبل. كيك. كيكا. بيتزا. هيكون عندنا كيكا وبيتزا. هنالعب يعني وهناكل وهناك. I hope. انا اتمنى you can come. دي اللي هي ايه بقى? I hope you can come. ان انا اتمنى انت ايه? ان انت تيجي. هنا بحلل لي بقولي where? المكان. هو منشن اهو. when next next friday. الزمن. الوقت بالزبت بالزبط. تمام? هو ما ما ذكرش فيه القطعة فوق. تمام? هو نسي يكتبها. تمام? لكن هو حطها له هنا. what time? seven two eight p.m. يعني من سبعة لتسعة بالليل. what to wear? نلبس ايه? shirts and shorts. تمام? يعني هتكتب هتكتب هنا القطعة وتكتب العناصر دي. لازم توضح العناصر دي. تمام? من سبعة لتسعة. للبس ايه? البس تيشرت البس shorts. تمام? انت كل واحد يختار اللي هو عايزه. طيب هنا معناها لو سمحت رد على الرقم ده. ده الرقم بتاعي. تمام? قول لي هتوافق ولا مش هتوافق. يبقى بعد مكتب الدعوة. تمام? هحط العناصر دي تحت. زي العربي بالزبط. احداث البداية والنهاية والشخصيات. لازم اعرف المكان والزمان والوقت بالزبط. ونلبس ايه? وحط اي رقم تخيلي مش لازم. تمام? ما تنساش تستخدم المستقبل. واستخدم المضارع مستمر في كتاب الدعوة. ما نفعش استخدم الماضي. لان انا بتكلم هدريك لسه وديه. تمام? طيب. طبعا. التي كابيتل. والاي كابيتل انزل بيها. طبعا هنا كومة. تمام? لان انا بقول المصريين مضيفين وطيبين وشطرين. يبقى انا بعدد. لازم حط كومة كومة. وقابل انت بتنساش تحط كومة وحط في الاسطوب فين في الاخر. انا كده خلصت المراجعة كاملة. يا ريت ما اشطولت عليكم. بس صدقوني الفيديو ده هيفرق جدا جدا مع اي حد. احفظ الكلمات اللي فيه. وشوف الامتحانات ديت. حاول تنقلها من الفيديو تاني تاني. من غير. آآ 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 حل. خلي ما ما تكتبها لك في كراسة. وحاول تحل اسألتي تاني. تمام? والسؤال اللي ما تعرفوش. تمام? السؤال اللي ما تعرفوش. علم عليه وارجع للفيديو تاني وهاتو واحرفو وان شاء الله. مش محتاج خالص غير الفيديو ده. لو ركزت عليك كلمات اللي فيه حاجة اللي فيه. والحاجة اللي فيه. ان شاء الله اضمن لك هتدخل الامتحان تحلي جدا كويس جدا جدا. العربي والدرسيات العلوم هتلاقيهم تحت في وصف الفيديو خلص حاجة حاجة ومت ذكر حاجة غير كده. تمام? اشوفكم على خير. باذن الله تعالى. يعني تنسى الشير بقى وتفيد غيرك عشان اه الناس كلها تستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.